هاك موقف؟ هاك موقف يا ذكوري؟ مبصد يا ذكوري؟ ودير أكل أقتله عيدا الإنسان اللي عليه ملف تأديبي كبير كدير انطرد من إحدى المدارس سابقاً وعلى أساس ما يتواجد بولا مدرسة في يابنات انتبوت يا قنات يا أمي ألبك ثورة 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 تسحة أيدو عكتفي وأنا تفسطو وصر تشوف شو عم يعمل للبنات والوقت بيلمسا ونبي عبط ونبي حكيونا حكي ممنيح أنو تشجعت الحمد لله وما في شي غلط يعني عملتو أنا ما لازم نستحي من هيك شي ونزلت البوست في بنت إذا ما رأيت حدو مصلاً بيحط أيدو عدهرة أو عبطنة أنو أشت أمي أنا الحمد لله هي حا يعني هي بدل كل الأهل لأنو هي فهمتني الحمد لله ما عندي فكرة عن باقي الأهل بس أكيد لازم يكونوا فهموا كل أولادهم بلاشت علامة عند أستاذ سامن ما هو دوي من 3 شنين تقريباً كنت عمالك بالطابلو فصري لي عبتني منواري بطريقة مش مريحة أبداً قلت له أنه قليس بعيد عني فهو ما بيرد أكيد كنت مرة عمالة نسابقة وحط إيضاء فاغتي وبطبيعة الحال يعني أنا كن مجمولة ما فين دافع لنفسي في هذا الوقت كما نتواصل قصة للمحاكم يعني تكبر أكثر فحالياً عمل لن بعضنا بدنا نتفق عشر أشخاص عشر بنات وشابين يكونوا يدروا وصلوا بالقصة معهم للآخر قد ما كان عنده واسطة نحنا حنكسرها مليان تلميز ما فيه الواسطة ما حتعملو شيء ما حتعملو شيء أبداً شكراً اشتركوا في القناة